السلام عليكم اشتركوا في القناة على فكرة انا ما عنديش اي مشكلة خالص من الاكل الدايت الاكل بلاش الدايت من الاكل الصحي لان انا بعمله بطريقة كويسة يكون طعمه حلو وطعمه نزيز يعني انتو بقى كبروا دماغه بقى من المقليات والكلام اللي فيه زيت كتير وبدأوا اعملوا الاكل صح بالطريقة الصحية ازاي بقى؟ دلوقتي احنا عندنا فراخ تمام؟ جيت ادور على صدور ما لقيتش صدور فلاقيت وراك فجبت وراك الولاك نزم الدون بتاعيه طاق اكتر من الصدور فها رد تجيبوا الصدور لو انتو ماشينا على ضايت هنجيب زبادي مستردة ده بصل بنمسك البصل ونبشره وبعد كده نحطه مصفة ونعصره بيطلعينا المية بس مية البصل بس طن بودرة بصل بودرة ملح فنفل مع علاقة سكر تمام؟ بنبدأ اول حاجة نجيب مية البصل مية البصل وحطين فيها الزبادي ليه بقى بحط الزبادي؟ علشان الزبادي بتخلي التطبيل طرية وبعد ما تتحط على الجريل والتشوي ما يبقاش فيها اي مشخنة المستردة تمام؟ معلقة معلقة طوم بودر معلقة بصر بودر معلقة ملح معلقة فلفل أصمر سكر ومعلقة معلقة سكر وعلى فكرة يا جماعة التطبيلة دي لو قلنا ان التطبيلة دي كلها تتحط على كيلو او اثنين كيلو او على كيلو هنلاقي انها ما فيهاش مشكلة خالص وهنمسك بالمعلقة ونقلب الخلطة دي وانا محطينا على الفراخ كده طبعا هنلا هاكل فانا اللي هعمل بهدي براحتي خلاص بعد ما نقلبها كده طبعا جامد وتتشرب خالص هنخطها في التلاجة ساعتين ونبدأ بقى نطلع منها قطعتين تلاتة نحطهم على الجرين اول حاجة هتجيب الطاصة وممكن تحط فيها سنة سامنة صغيرة سنة صغيرة بحيث بس عشان ما تلزقش ونحط عليها الفراخ بتاعيتنا هتبقى لذيزة جدا وطعمة وعسل الفراخ المقلية وكمان مغزية وصحية انظروا يا جماعة انا مش عامل الفيديو ده لأمي يعني انا عامل لكم تلك الفيديو ده يعني ايه ام انت اعرف تطبخ وانا الحمد لله بقى اعرف تطبخ فانا عايز افيدكم بالفيديو ده فبعد اذنكو شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد وان شاء الله الامل اللي جاية فعلا والله هنعمل لكم فيديوهات عن نصايح او ازاي نعمل اكل صحي يكون طعم عشان ما تزهقوش بالضايت اقسم بالله تحفظ سلام